احنا نهاردة ان شاء الله جماعة هنعمل على concept 3.2 طبعا انت لو تتذكر كده احنا كده بنبدأ المراجعة من ورا لقدامه عشان الناس يركز معنا. طيب احنا اخدنا ايه المرة اللي فاتت? اخدنا concept 3.1. نهاردة ان شاء الله جماعة هنبدأ في concept الفيول وده سهل جدا. لو تتذكر معنا في اول كان معنا كنا بنتكلم على ان في انواع كتير من الفيول. زي الكول اللي بيحصل له بيرننج فبيطلع thermal energy. فبيقدر يخلي مثلا حضرتك تعمل warming للهوس او cooking للفوت. الجازولين اللي بتحطه جوه الكار اللي طبعا هب لما بيحصل له بيرن بيطلع لك انرجي بيخلي الكار start to move. الناتشرال الجاز اللي عندك في البيت لما برضو بيحصل له بيرننج بيطلع لك energy بتساعدك ان انت تعمل cooking للفوت. يبقى كل ده بيعرفك يعني كلمة 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 ايه يا جماعة? بتدينا طاقة حرارية لتعارف كلمة كلمة للفيول اللي قدامك دهيت. اللي هو يعني بيساعد في تدفئة المنازل يعني وسائل المواصلات كلها بتعتمد على الفيول. هل ينفع تماشي العربية من غير الفيول بتاعها? طبعا استحالة. هل ينفع تسافر من مكان لمكان من غير الفيول بتاعها? طبعا استحالة وهكذا. نومبر الكونسبت بتاعنا جماعة. كملنا فيه لما تكلمنا عن هاني ورايح لايه? اللي هو ايه? خالته. هاني خد اخته ومامته لو تفتكره وهو طلع بالعربية بص على العربية كده لقى فيها ربع الفيول مش الفيول كامل. فطبعا بما ان الربع يبقى مش كامل فايه? اخته قالت له لا. قالت له يلا نروحه للجازولين اللي هي محطة الايه? البنزين. فبدأ يا جماعة اول ما راح لمحطة البنزين? خلاص. بدأش كلمة اللي هو اقرب من كلمة تختفي. هو عايز بيسعى ان هو يوصل لحرف الف. الف يعني فال. ده يعني خلاص. ده ممتلق عن اخره فيبدأ يتحرك. وده فعلا اللي حصل. لما بدأ يجو روح جماعة لمحطة البنزين اللي هي الجازولين ستيشن. وحط الجازولين خلاص. ما للعربية? فبقى عنده احساس ويقين انه ما يقدر يوصل عادي. ليه? لان قلنا من غير الجازولين الكار ويل موف ولا ويل نت موف? تمام. يبقى كده جماعة خلاص عنده الابريتي انه يحرك. يبقى الفيول از امبورتانت تو افري ترانس بورتنج ميسود از اتبيرن توجيب اتزا انيرجي. بتديها الانيرجي لتقدر تحركها. اخدنا جماعة بعد كده ايه انواع الفيول اللي انا اقدر اعرفها? قلنا مثلا الكول والوود اللي هو عبارة عن الفحم والخشب. بيعاد لك تاني نفس الكلام. باستخدمه في ايه وفي ايه? ايه ده? 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 بعد كده نمبر تو. الجازولين والناتشرال جاز. اللي انا باستخدمهم واخدتهم في الانيرجي تشين في اول مرة. الانيرجي تشين جنيريتنج ازا? الكتريستي. and operating all the a means of transportation. يعني باستخدمها في توليد الطاقة الكهربية. وان انا جماعة اجيب بيها كل المسوكز اللي تنفعني احرك بها كل العربيات اللي تنفعني. وده تقريبا كان كل اللي هو كان يعتبر اسهل كان بيعاد لحضرتك انيرجي تشين زي اللايت انيرجي اللي بتيه من الصن. تتحول لكيميكا الانيرجي في الكول. لما بيتحرق بيعمل لنا سيرمال انيرجي. فلازم تبقى حضرتك عارف الانيرجي تشين دي. listen to للناس اللي جايين متأخر. وصلنا الدرس التاني. عندنا نوعين من الفيول. بايوفيول وفصل فيول. بايوفيول وقود حيوي. اللي احنا قلنا جماعة. come from ايه? جاي من كائن ايه? من لكن الفوصل فيول وقود حفري. جاي من حاجات يا جماعة خلاص ماتت ودفنت بقى لها ملايين السنين. طب نشرح الكلام ده بالتفصيل. قلنا جماعة البايوفيولز زي التلات حاجات اللي قدامك دولت. طب تعالك اول واحد الوود. اللي احنا قلنا جماعة ان الخشب ده ماله يعتبر الاولدست سورس او فيول. اقدم وقود حيوي. اقدم بايوفيول. ما انت لو رجعت للانسان البداقي خالص. اول حاجة فكر انه يحرقها مين? خشب الوود. عشان يدي له فيقدر يعمل وورمينج ويعمل كوكينج. طيب نمبر تو. اللي في النص ده كول ولا كاراكول. تمام? لان احنا قلنا ان احنا شغالين هنا في البيوفيول يبقى كاراكول. اللي هو عبارة عن الفحم العضوي. الاخير ده اللي هو الجراس او البلانس. اللي احنا قلنا ان فيه بعض النباتات. انا ممكن جماعة اجيب منها. حد شاطر يفتكر نقط فيول من شاطر الجراس ده تفضلي. اللي واقع ناس كتير يا جماعة في الامتحان بتاعها. ان اللي هو 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 جماعة اللي بقدر احوله يعني وقود سائل. وده يا شباب قلنا واقع ناس كتير خد بالك منه. قلنا طبعا يا جماعة ده بيبقى يعني متجدد. اللي احنا قلنا يا شباب اول ما بيخلص بيتجدد تاني. ات كان افتر شورت يعني بعد فترة صغيرة انت استخدمته يرجع تاني. فعشان كده بقول رينيوبول. اما لو جيت قلت لك. اتبقى ايه? نون رينيوبول. وده تحديدا سؤالين في الرايت سينتيفيك تيرمي بيتكرره. تمام يا روز مع انا? نكمل كيه جماعة. طبعا قلنا ده مشكلته في ايه? ان فكرة اللي قدامك دهيت. احنا منقطع الخشب. بس هل التري بيجي بسرعة? قلنا هو رينيوبول متجدد. بس عشان يتجدد ممكن ياخد. يعني ممكن يقعد طول حياتك تستنى الشجر اللي طلع ده تاني. فاهمين يا جماعة? وده كانت المشكلة في فكرة. اللي هي التخلص من الغابات. يلا بينا اهو. بتجبر بس سنتيمتر صغيرة. يعني بتحتاج فترة حياة زي حياتك. خمسين سنة ستين سنة عشان توصل لطول الشجرة الايه? الكامل. نصح صح ونبص على البورد لو سمحته. يلا بينا جماعة. الفوصل فيول. الفوصل فيول ده احنا قلنا بييجي اول ما تلاقي كلمة يبقى. بلانس اند ايه? اند انيمال. بالله عليك. عشان الكلام ده كان عندك فيه اخر امتحنين اللي لسه ما راجعناهمش. اول ما تلاقي كلمة ريمين اوتوماتيك لكده. تكتب على طول بلانس اند ايه? اند انيمال. ان الكائنات دي لما بتموت بتعملي لجماعة. زي الاول والكو. ازاي? ان مثلا الجازولين اللي بيوصل لك ده. اللي احنا قلنا يا شباب بيجي من السي انيمال. فاكرين السي انيمال? السي انيمال تتدفن تحت السويل. ويبدأ يكون لك الناتشرال ايه? جاز اللي هو الغاز الايه? الطبيعي اللي ممكن اشغل بالعربيات. طبعا الناتشرال جاز اهو بيجي من الدي كومبزيشن اوف سي انيمال. لكن الكول الفحم العادي بيجي من النبات. من الدي كومبوزينج اوف دا بلانت. ريمينز اوف البلانس اللي موجودة تحت السويل. اهو فورميشن اوف كول مليون زوفير زا كو. قلنا يا جماعة. ممكن يكون حصل لها ان هي ماتت. فبدأت يحصل لها تتدفن. قلنا لما بتتدفن بتتعرض لحاجتين اللي هو البرجر والتمبرجر. بس عن طريق انها ممكن تتغطى بالمد والروك. ها الاخير مد يعني ايه? يعني صخور تمام. فالحاجات دي هتضغط عليها يبقى وهيت. تحولها المين يا جماعة? اللي هو مين? الفحم. يبقى الفحم بيجي من البلانت. بعد ما بيموت. يتعرض انه يقعد مليون زوفيرز. تيجي عليه. مد وروك. تضغط عليه من فوق. تحوله الفحم. صح صح كده معنا? الاويل اند ووتر. طب الاويل اللي هو البترول. قلنا البترول نفس الكلام. بس بيجي من السي كرياترز. اللي هو مسيه انما. اندفنوا. قعدوا مليون زوفيرز. اتعرضوا للهيت والايه? والبريجر حيتحولوا للاويل. طب ايه الفرق بين الاويل وبين الووتر? تعال كده نفتكر. من شطر يا جماعي صح صح معي. ها مين يحل اول فوكس اول بارت. اللي هو فاطمة. يلا الاويل. فالووتر شكرا. مين يا جماعي يقول لي تفضل يا احمد يا طارق. الاويل هل يوزد فاستر زان ريبليزد? اه. ايوة تمام. لكن الووتر لا. الووتر العكس بقى. ريبليزد افتر ات ايه? ات يوزد. عشان كده قلنا جماعة كلمة يعني ايه? يعني افتر شورت بتتكون من اول وجديد بسرعة. لكن لا بياخد وقت ايه? طويل عشان يرجع من اول وايه وجديد. ات رفع ديكي عايزة تجاوبي يا ردينة. خيب نكمل كجماعة براحة. اديش ادي الفرق ما بين الرينيوبل والنون رينيوبل. ان النون رينيوبل ايه ناتشرا الماتيريال. which is يوزد فاستر. ات كان بي ريبليزد. يعني بتستخدم او بتستخدم سريعا قبل ما بيتم استبدالها. لكن الناحة التانية العكس. ات كان ريبليزد فاستر زان ايه? ات يوزد. يعني اسرع. اول وانت بيتكونها بتتكون كمية كبيرة زي المية. المية انا عمالة استخدمها في نفس الوقت. فيه في اماكن تانية بيحصل ايفابوريشن. كوندنساشن وبينزل الامطار. فاهميني جماعة? يعني بتتعوض على طول. آآ. لسون سري. لسون سري يا شباب اللي هو الفصل في الفرميشن. ساعتها انا فاكر اه طبقنا مع بعض تجربة كده ازاي نرتب الصور لو تفتكر ادي طبعا الكائنات هي بدأت يحصلها بعد كده ها اتكون الايل وفي اول واحدة داد حد فاكرة الترتيبة اللي كنا عاملينها قولي يا باري فضلي هتحطي مين الاول بعد كده اللي هي تمام وفي الاخر اللي احنا قلناه بالتحديد الكائن يموت حرف دي بعد كده يحصل له يعني يتحلل بعد كده يكون لك بقى جماعة اللي هي بقى ايه في الاخر اللي هو او ايه او ايه او ايه لاخره صح صح معانا ايه علي كنت انا عدنا جاوب يا مستر لكن تمام يا حبيبي تمام يا علي طبعا السؤال اللي بيتكرر في اي امتحان ايه ازاي نعيش من غير الكتريستي هل ينفع نعيش يا جماعة من غير الكتريستي طبعا لا قلنا يا شباب ان في حاجات بحافظ بها على الاكتريستي الاول اللي هو تيرن اوف دا لايتس وين يوليف دا روم يعني انت حسيب قوضة طفل اضواء بتاعتها نومبر تو يا شباب ان انت تقفل كل الاجهزة اللي انت بتستخدمهاش الحاجات دي هتساعدك ان انت ايه تعمل بريزيرف للالكتريك ايه انرجي طيب لو ما فيش بقى الالكتريك انرجي هترجع بقى للماضي ازاي هستخدم وحستخدم طبعا كنا دلوقتي واحد ماشي بالتاب بتاعه وبنذكر عليه صح ان التاب بتاعك ايوه تمام الولا فريد ما كاش النهاردة ما شافش المجموعة كلها جاية بالتابس ايه يا جماعة فصل فيول انجينيريتنج الكتريستي دي طبعا تجربة احنا اخدناها في الكونسبت الاولاني بس بنعيدها هنا تاني بالتفصيل في الصورة اللي قدامنا دي طبعا خد بالك ان انا بستخدم الجازولين والناتشرال جاز في الاوبريتنج كار لكن الاول والكول والناتشرال جاز ممكن نستخدمه مجموعة في الجنيريتنج الكتريستي ازاي تعال نفتكر الصورة الاوانية الفيول هنا تحديدا كان في الكونسبت الاولاني الكون صح ممكن هنا بقى احط ايه كول او فيول لا كول او او ناتشرال جاز اهو او كول او ناتشرال جاز لما احرق الحاجات دي قلنا جماعة بكون معدي مية فاكرين على على انابيب حد فاكر هل المية هتفضل زي ما هي ووتر ما هتحول لايه ستيم برافو هتحول لستيم الستيم ده يا شباب لما يبدأ بقى يمشي هيشغل التوربين التوربين هيبدأ يكون كينيتك انرجي كينيتك انرجي دي لما يديها للجينيريتور ها الجينيريتور هيحول كينيتك انرجي لالكتريك ايه وفي الاخر الالكتريك انرجي تتدقل عن طريق واير اول ما توصل بقى لالجهاز على حسب نوع الجهاز يعني مثلا اللامب دي هتحول الالكتريك انرجي لايه لايت وسيرم طبعا دي الخطوات بالترتيب الفيوليس بيرند اند بريديوز سيرمال انرجي زي السيرمال انرجي هتسخن الووتر هيبقى ستيم اللي ستيم حيمشي جوه اللي هي الانبيب ويوصل للتوربين التوربين هيدينا كينيتك انرجي اللي يديها للجينيريتور اللي يحولها الالكتريك الالكتريك انرجي تتنقل عن طريق الالكتريك واير اه لسن فور اللي سن الأخير اللي احنا تكلمنا فيه عن تأثيرات الفيول ان احنا قلنا جماعة لو تتذكر معنا كان عندنا جماعة بتتأثر بيه الانفيرومنتل بار تقول بليوشن او نوت بليوشن طبعا الاواني بليوشن ولا لأ بليوشن اللي هو عبارة عن الاير ان انا جماعة طلعت في الهواء فبوزت الهواء هل انت تقدر تتنفسه لو تنفسته حيقزي عضوين مين شاطر يفتكر طب حد من الونلاين اياه قولي يا باريا احمد شكرا يا بيسان تمام صح تمام 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 انا ببصرك بس ما قلتكش فضل يا بيسان ماشي يا بيسان التانية طبعا يا جماعة اللي هي المبيدات الحشرية ودي بيتلوس والتالتة عبارة عن ايه يعني كل دي انواع للتلوشن صح على كده صح صح معنا رحنا قايلين ازاي ان اللي هو الدخان اللي يطلع من البرنينج فيول ده بيعمل بليوت للاير اظن انت شايف سحابات الدخان اللي طلع من المصانع صح نومبر تو قلنا جماعة ان الكيميكال بستي سايد بتلوص برضو ايه الووتر والسويل والاير بتلوص كل حاجة لان انت وانت بترش ما انتش محدد عن النبات بس قلنا جماعة لو تفتكر ان المصانع بتلوص اقرب صويل ليها المصانع جماعة بتعمل اير وووتر بليوشن زي اللي موجود حوالي لحضرتك ده كل الحاجات دي بتأذي الانسان زي ما قلنا بتأذي مين ومين والاي والاير شكرا طبعا لبري احمد مش كل اسمهم بري شاطرين نبص كا يا شباب وقلنا ان حاجات دي بتسبب طبعا الريس بيراتوري سيستم ديزيز اللي هي امراض الجهاز الايه التنفسي صح صح كده معانا بيرنينج اوفوصل فيول اند بليوشن قلنا جماعة لو تفتكروا الكلام ده مكرر بقى ان يوهاف لرنر زي بيرنينج اوفوصل فيول جينيراتي الكليستي اه لكن بيعمل بليوت للانفيرومنت ازاي ان البيبل بيحتاجوا انيرجيا عشان يشغلوا الترين والكار والشيفس وكل الكائنات دي كل الحاجات دي بس برضو بتطلع جماعة طبعا ايه ابليوشن للاير او للووتر الكول والايه والايل والناتشرال جاز بحرقها جوه الالكتريك بور ستيشن عشان يجيب الكتريستي بس برضو بتعمل ما يسمى بيه بليوشن للاير يبقى بيرنينج للفيول من شطورة جماعة يفكرني اصعب جاز على الارس بلانت فضل كاربون دايكسايد جاز اللي احنا قلنا جماعة لما بيزيد الكاربون دايكسايد جاز في الجو بيعمل حاجة اسمها اسيدك ايه رين الاسيد رين دي يا شباب اللي احنا قلنا لو تفتكروا بتموت الكائنات بتموت الاشجار قلنا بتعمل بليوت او كل الفش قلنا جماعة بتعمل بتشينج بتاع السويل بتضوز البيئة الاسيد كرين دي لو نزلت في الجو مع السلامة طب لو الكاربون دايكسايد جاز زاد وملوزت الجو قلنا جماعة هيعمل زيادة الكاربون دايكسايد جاز هيزود فيعمل حاجة اسمها حد فاكر اسمها ايه جلوبل وورمينج اللي هو الاحتباس الايه الحراري اللي احنا قلنا بنحاول على قد ما نقدر نقلل البرنينج او فيول عشان نقلل كمية الكاربون دايكسايد جاز اللي موجودة في الايه في البيئة عن طريق ان انت بتحافظ لو تفتكر كده استخدم الايه البيسكت عن الكار والترين والكلام ده الكلام ده هيقللي كمية العربيات اللي رايحة الاشغال كمية الفيرو اللي بتتحرق فما يلوث البيئة ابدأ جماعة اقفل turn off all the lights that we not used استخدم ريسورس زي ما اخدناها زي مين ومين الويند جينيريتور والسولار بنل الحاجات دي هل بتلوث البيئة طبعا لا طبعا لو تفتكر معانا كان عندنا جماعة ان استخدام الرينيوبل ريسورس خد بالك انستاد الفوصل فيول قال لك يا جماعة هو او ما بيخلص لكن بيستخدم او بيزود التمبريتشر بتاعت ايه ما بيزودش درجة الحرارة بس بيعمل cost more money يعني ايه الناس بتستسهل تستخدم الكل ايه لان الكل مثلا حتجيبه عشرة جنيه بعشرين جنيه فحمة صح؟ لكن الالكتريستي لا ده الالكتريستي غالية جدا ده السولار بنل مثلا بيوصل سعرها تلاتين الف جنيه ايه رأيك عشرة جنيه ولا تلاتين الف جنيه عشرة جنيه بس هتلوس البيئة يا حمار يبقى انا حستخدم مع انها اغلى بس مش هتلوس البيئة مش هتعمل لي مش هتعمل لي ايه لو تفتكر الجماعة لسون ما كانش في يحاجه كان ميتخد مننا في جزء صغير خالص اللي هو اقسم الحاجه دي رينيوبول و نون رينيوبول تعالك نفتكر يا ر يا ان من يحلي معانا عالي ربيع الوود يا علي شكرا. الكول محمود. الووتر اسمع اندرو رينيوبول. الاويل احمد طارق. جوائرية الويند الهواء. شكرا جوائرية اللي تنحلو في نفس الوقت. الاجتماعي ستخلط الصان حتخلص. الجازولين زين. فده اللي احنا اخدناه ساعتها واخدنا الفرق في الجيف ريزن ما بين اللي يجي لك الحاجة ليه ديني رينيوبل وليه نون رينيوبل لانها شورتلي افتر ات يوزد لكن النون رينيوبل لا ات يوزد افتر فاستر ازا ازا حضرتك افتح كجماعة عندنا الكونسيبت بتاعنا صح صح معنا كده جماعة شباب طبعا احنا النهاردة يبقى انت مذاكرتك الاولى والاخيرة هتعمل ايه بقى? هابدأ احفظ او اراجع الحاجات اللي واقعة مني. تعريفات الفيول البايو فيول الفوصل فيول الرينيوبل والنون رينيوبل اللي احنا راجعناها في اخر الحصة. ما تنساش مهم جدا الاسد رين والجلوبل وورمينج. دول ات مهمين جدا لان دول واقعين من حضرتك. بتعملش زي اسماعيل اللي يقول لك استخدم النون رينيوبل احسن وده غلط. الرينيوبل احسن ما بيلوث البيئة بس سعيبه الوحيد انه هو ماني معلش اسماعيل معهش فلوس. الايتمس جماعة الامبورتنس عندنا كل واحدة واهميتها وحتلاقي معظم هم معظمهم فيه اللي هو بيعمل جنريتينج الاكتريستي وورمينج دابليس وخد بالك من اخر واحدة اللي هي الووتشيبس والبراس عشان ديه فيه كتير مش عارفين انها بتكون ايه جماعة? ليكويد فيور. زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت اعمل ايه? اداري على الاجابة. وحل. لقيت اجابتي زي هي الاجابة اللي مكتوبة اللي كتبها مستر عمر? خلاص تمام. اروح للي بعديها. طب مختلفة? اقعد احفاظها بقى. اتكّع لنفسي في ده سواء والوات ايه? طبعا نهاية عندك سهلة خالص. مقارنات ما بين الرينيوبل والنون رينيوبل. البيو فيول والفوصل فيول. والمخططات احنا خلاص. حلناها مع بعض في الحصة. افتح لو سمحت الامتحان اللي على الجزء ده. اجزام ان كونسبت سري بوينت تو اند سري بوينت وون. يلا بينا يا شابه. يلا جماعة الكنسبت اللي بعده على طول الانتحان اللي بعده. من يحل معنا المفروض انت تبقى حالي للموضوع ده? افضل يا نمس. افورم اف بايفيول which can be used in warming house and cooking food. الوود. تمام. نمبر تو. you feel warm when you rub your hand together. because نقط انيرجي كونفيرت انتو. المفروض نقط هنا. مين محلش. افضل يا شابهي. كايناتك. كايناتك انيرجي تتحول ليه الكتريك انيرجي. يلا جماعة. all of the following are from the harmful effect of acidic rain except. ين يحل بري. لاجابة number. c. قولي لي كده يا بري. هي c غلط ليه? هي c دي بتشرح ايه? مش الاسد رين. التانية كنا اسمها ايه? global warming. يبقى جماعة الاسد رين بتبوس بتموت الاشجار. بتغير الكميكال ناتشن of the soil. بتغير الكميكال ناتشن of the lake. number four. خاطمة شامل. a form of fossil fuels that was formed from the decomposition of plantry main. cool. تمام. ثم لو كنت عايزي الاجابة تبقى جازولين. او اويل. ماذا تبقى؟. اويل. أبقي بدا بادي الplantry main تبقى؟ اويل. رؤيا اختها? شامل. اويل. اريد تفضل ايه فريد? لا أجلب رأس كيف يحاجر البرائج بطريق فريد نعم تسبب البرائج لأن البطري تغيير النارجي إلى البطري تغيير النارجي تغيير النارجي تغيير النارجي two electric which change by two kinetic شكرا يلا جماعة صح وغلط تاركنا نحل بالراحة مع بعض فضال يا ردينا اري السؤال اللي امتحنين يا مستر صحيح اللي امتحنين بتوع جنيور فور يلا شباب كده براحة ردينا لا ترو يا ردينا السؤال اللي احنا قلنا عايزين نأكد عليه بقى النهارده يلا يا باسل في الانلاين when بدالي بايك الكيميكال انرجي in your body change into كيناتك رحال شكرا يا باسل شكرا يا باسل inside the different device الانرجي ممكن تبوز جوه ممكن استخدمها جوه different device ما زن ليه فولس يا ما زن شو هي ما ينفعش تعمل ديسترويد لوحدها بس بما انها جوه device يبقى حتشتغل عادي مش انا باستخدمها يلا جماعة what happened باستيصايد mix with water of cannell and river محمود it will make water pollution هتعمل water pollution شكرا يا باسل يلا جماعة نركز في المنظمة العظيمة الجميلة دي right the scientific term the main source of most of forms of energy الحمد لله عالسلامة معايز ايه دي sun the energy resource that include wind water solar مالك renewable resource مفروض نبقى حاليني الموضوع ده في البيت يا باسان طبعا يا جماعة انت معاك الconcept اللي جاي اللي هو اللي هو renewable resource of energy اللي احنا استخدمناها فيها مين ومين فاكرين wind turbine والwater turbine يبقى ده جماعة الconcept الجديد اللي انت هتحضره يبقى انا بذاكر concept 3.2 ويه بحضر concept 3.3 ما تنساش عشان ما تبقاش زي زميلك اللي قاعدين عملين يكتبوا المفروض بعد ما تخلص مذاكرة تحل مين الاجزام ده اللي على 3.3 هتبقى جماعة لو سمحت بيجي فورتي اللي هو مودي الاجزام تو تقريبا اه يا حبيب كان مودي الاجزام تو كام تو سري تمام ايه دمان احراجعوه يلا هنمشي جماعة بالترتيب كده هاختر انا بنش بنش لانا عايز روز يلا يا روز فضالي الاجزام تو تقريبا إليكتريك. رودينة. The steps of forming fossil fuel don't include cooling. الكولينج مش معانا. تمام. الفضل ياساما. الفصل fuel need. millions of years. نروح بنش تاني. عايزين البنش اللي فيه خزام تفضل يوزه. Water flows through turbine in them to generate electric. اللي بعد حضرتك. يلا حابين ماشيين بالترتيب تفضل. Because the iron react or combine. هو المهم أنه حيتحد مع الأكسجين جاز. React, combine, complete. يلا نمس. river. river. أوهي are used to grind. Grain to make flour 100 years ago. فضل يا أستاذ Andrew. bravo. windmill. water mill. old. وold. لأن فيه طبعا المودرن اللي بتستخدم ايه? الووتر أو الwind عشان تعمل generate electricity. يلا يا مازن. in any energy chain some of the energy is lost in the form of heat. هنخلص البنش وروحنا لأونلاين. فضل يا أسماعيل. wood and ممكن كاراكول ها وال جازولين يا جماعة أي examples تانية تنفع. ما بيش مشكلة. بس تحطها في مكان الصح. يلا يا خالد. في وين رأي ده باي سكلت زي نقطة energy stored in your food. chemical. هتتحول لي كايناتك. عايز الناس اللي في الاولاين اعمل ريس هند اللي حيحل معنا جماعة. عشان يبقى كله حل. يلا يا باسل وبعكاة سامح. يلا يا باسل. what happened of a river erud the sediments of a mountain over a long period of time. بس المردش. سامح. فريد. بس المردش. كانيون بس المردش. نمبر بي يا باشا. ريور erud the sediments of mountain. ايوه. كانيون. كانيون. تمام. كانيون بس المردش. حد تاني من الاولاين حيحل معنا مفيش حد رفع ايدي مجرس وحل افضل ياحمد طارق اول واحدة في الكوريكت وينزا ووتر افريفر ترافل داون هيل ان ستيب سلوب اتسبيد ويل انكريز انكريز شكرا ياحمد في المايك نروح للبنش صبياني يبقى نقضي بنشي بنات يلا يا لارا زفالي هاو اشيدي ستيب وخليها قطمة جنتلي ننبر سري يلا يا بري اريجان بروسس از يجدج اي يجوالي فولد باي دي بوزاشن يلا بص للصور وهنحل طبعا اول واحدة لها مارس روفر والتانية توي كار بالرموتة هي the movement يلا فريدة the movement of the two car can be controlled from a distance true يلا يا مريم car two uses sunlight to move بوز false خلي يا مريم اول سؤال في موضل exam سري معلش مريم شها بتفضلي يا مريم انا اللي حشو بيتكلم برا الحصة سيما هجيبه كلا من افاوة ماشي يلا يا مريم all of the following can done by the effect of solar energy except producing sound from the hand bell number two يلا يا مريم sound and the energy are from output energies from operating mobile light يعني بيطلع من الموبايل كمان light يلا جوائرية we can use the energy obtained from burning of wood directly in all of the following situation except c cooking food لا ممكن استخدم في طبخ الاكل زين دي لا ينفع زين ممكن استخدم الخشب في كل ده معده ايه بي هو يعني operating television يا زين تشغيل التلفزيون ينفع شغل التلفزيون بالخشب احطله خشب بممارك ده يشتغل يلا يا زياد wind land and water area on earth absorb solar energy زين temperature temperature bravo كمال يلا كمال what happened kinetic energy of the wind applied to the wind turbine decrease يعني المروح التي تولد كهرباء وصلت لها هوا اقل ملك اه لا مش want electric energy which generate اللي هتطلع will decrease هتقل هيبقى كميتها اقل طبعا هتقول كمان في الاول ان الويند تربين move slowly هتمشي ابطأ او speed وال decrease يا جماعة لا ووصل لها هوا اقل فهتحرك اقل هايبقى الكهرباء اقل يلا رحال a type of mirror concave mirror bravo فضل يا معايز liquid fuel فضل يوسف يا هاب water turbin لو حد عايز يشارك في الاون لاين يعمل raise hand جماعة لو سمحت انا هنعمل lower hand لكل هو اللي هيشارك يعمل raise hand لو سمحت بضل يا سين the position the process in which lane down bravo the position يعمل lower hand بقى يا سين سامح some calculators use solar panel to be operate because the solar panel will change solar energy into electrical energy تمام it will change solar energy to electric energy from your understanding how electricity is generated from the electric bar station put it of the following word in the following sentence its movement to produce kinetic يدينا kinetic andro turpin it change kinetic into electric رغض generator it's a type of non-renewable resource of energy يوسف cool وطبعا lsteem هنا بص على lpicture اللي قدامك وتعالج معها نحل the name of this glass building is green house the idea of working is this building depend on collecting the energy coming from the sun ziyad light تمام اللي بيجي من دوق الشمس sun rays ما فيش مشكلة the received energy is converted into رحال thermal in the cold region the building allow farmers to plant groups that only grow in تفضل يا أحمد طارق warm climate warm warm حتى حتحل جماعة موضي exam four five and five six six people i'm so i'm so i'm i'm so i'm so i'm so i'm so ماشي وشوف وابا حيعمل له ايه? هاول كده. هاول كده. نرجع سريعا لو سمحت. ايه? ما يفيش مشكلة تمام. فضالي. بكرة. نبص يا جماعة كانت مراجعة الامتحان بتاعنا. ده الامتحان الاولاني. ده كانت مراجعة الامتحان واحد. فضالي. ده كانت مراجعة الامتحان الاولاني. مال غلط. ليه مستر غلط? لان المفروض الامتحان بتشغل الامتحان توربين. صح. اللي محلش الامتحان يتفضل. كده اللي ما امتحانوش طلعوا. غلط. الويند از رانيبول. غلط. طبعا ما يتحكم في كمية المية. انزا ووتر توربين الكينيتك انيرجي اس كومورتد انتو هايدرو. true. ابروسز انواتش ووتر تشينج انتو ووتر فيبر. افابوريشن. طيب اف الكتريستي جينيراتين د دام. هايدرو. الكتريك. خد بالك ده الكونسبت اللي انت هترجعه عشان حصة اللي جاية. توربين باي اير. ويند توربين. افانل ديزاين دي تو ابزورب انيرجي. اه سولر. فانل. امل. بالووتر. ووتر مل. ووتر توربين. اربلاس دي اني اربلاس دي اندام. هتقول جماعة. اتوال موف. واتيح depende الكتريك انيرجي. السون لايت نزلت على الصولار pools. حتحول الصولار في الالكتريك انيرجي. كوريك, اول واحد يلكتريك. التاني سون. التالت كيينتهي acquire كمبليت. الصولار exp HA uses صولارvs energy. وين يحفق؟؟ لايك تون عني. you feel warm. Renewable زي sun, solar, wind, water. There is a difference between the importance of old and modern. The old بتعمل crash للgrain. لكن المodern بتعمل generate electricity. Hydroelectric dams are built on the lever. قلنا يا جماعة عشان تدينا to generate electricity. هادي امتحان. نرجع الثاني. خلي الحصة الجاية.